أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتطور الإيجابي لعلاقات التعاون بين مصر وسيراليون خلال الأونة الأخيرة في المجالات المختلفة وخلال اجتماعا مع وزير الإدارة العامة والشؤون السياسية بدولة سيراليون أمارا كالون أشار مدبولي إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري الإفريقي الإفريقي والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية من جانبه استعرض كالون المبادرات التي تبنتها بلاده لتعزيز وبناء القدرات والكوادر داخل المؤسسات الحكومية مؤكدا على ما تمتلكه مصر من خبرات واسعة في هذا المجال وتطلع سيراليون الاستفادة من هذه الخبرات